وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا عَلَى مَذَا بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تحتاجوا صبراً أوامروا الله هذا التكليف ما هو التكليف العلماء يقولون التكليف هو طلب ما فيه مشقة ويلزام ما فيه مشقة خلافه عند الوصولين فهذا التكليف فيها مشقة والدوام عليها يجب يطلب الصبر من فاعلها فيصبرون على الطاعات الصلاة في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح وفي الظهر وهذا شيء لا ينقضي ما دم تحياً وتطلب وضوءاً وتطلب اغتسالاً إذا كانت وتطلب ثياباً نظيفاً إذا تقذرت وتنجست تحتاج وتطلب والصوم يطلب صبراً على أكل وشرب وجهوة والحج يطلب صبراً على ما ترون من الزحام وهلوم مجراً والصبر عن المحرمات الصبر عن مجتهيات المحرمات المزينة للناس لأنها حفت النار حفت الجنة هذه النار حفت في الشهوات الشهوات تشتهيها تشتهى هو صابر نفسه حابس نفسه عما تشتهيه نفسه عما تتأزه عما تحميله عليه نفسه من هذه المجتهيات التي يحمل نفسه حملاً على بغضها لأن ربه يغضها ثم أنت لا يقول لك صبر هذا الأسبوع ثم بعد ذلك اصنع ما تشاء لا هذا الأسبوع وبعده وبعده إلا أن يأتيك اليقين لذاهم بما صبروا بما صبروا على استهزاء المستهزئين واحتقار المتكبرين يؤخرون إذا قدم الناس ويضحك منهم إذا عظم الناس ولا يلتفت إليهم إذا قدم الناس وهم يصبرون لأجل لأنهم يرون أن ما فيه من قلة الحيلة والهوان على الناس بسبب ما هم فيه من التزام طاعة الرب سبحانه أجزاهم بما صبروا هذه الدنيا لابد فيها من الصبر لابد فيها من المصابرة جنة وحيرا جنة وحيرا لماذا يأكل؟ ما وجه جمع الجنة والحيرا وجزاهم بما صبروا جنة وحيرا الكلام عن من؟ عن هؤلاء الأبرار الذين يطعمون الطعام على حبه فهم يؤثرون وصفهم بالإيثار هذا الإيثار يلزم منه أن تجوع لقلة الطعام وأنت تؤثر فتجوع فجزاهم جنة فيها أنواع فيها المأكل الهنيئ والإيثار يحملك على العليانك لا تؤثر فقط بطعام أنت تؤثر بما تجود به هذا الملبس تؤثر به فجزاهم جنة فيها ملبس بهي جنة وحريرا جنة فيها مأكل هني وحرير فيه ملبس بهي جمع لهم الحسن في ظرفين الظرف الخارجي وهو الجنة والظرف المباشر وهو الحرير والحرير لباس ملوك لباس ألي الترفي في الدنيا ممنوع على المسلمين لباسه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فهم منعوا أنفسهم منه في الدنيا انتظارا لأن يكسوهم ربهم إياه في الآخرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا نعم